كان يا مكاني كان هناك ثعلب جائع يمشي بين الحقول والبساتين يبحث عن طعام يتناوله فوجد حقل عنب مليء بعناقيد العنب المتدلية كان منظرها شهي للغاية ولونها يلمع حاول أن يقفز كي التقط قطف منها قفز وقفز لكونه لما يصل لها قرر الاستسلم وقال لنفسه لبديانها حامضة غير لذيذة لأريدها وعدي إلى منزله جائع في المساء أخبر والده بما حصل وأخذ يخبر والده عن جمال العنقيد وروعتها وعاد يقول ويواسي نفسه متأكد من أنها لم تكن ناضجة غضب الوالد وقال له لم يكن عليك الاستسلام بهذه السهولة غدا سوف تذهب وتحاول التفكير بطريقة لقطفها وتجرب بنفسك هنا كانت عمها حلو أما حوامضة في صباح اليوم التالي سمع كلام والده وعاد إلى الحق لقفز مرة أخرى لكنه لم يصل أيضا توقف قليلا يفكر ونظر من حوله وجد طاولة في الجانب الآخر قفز عليها وقفز من خلالها إلى أعلى واستطاع أخيرا أن يلتقط قطف من العنب كان في قمة سعدتها عن دمات ذوقه وجده لذيذ للغيت وقال يليتني لما أتسرع في لام الشكر لك يا ولدي سفي أقطف لك قف كبير من العنب التي تذوقه معي بستلاذ نتعلم من هذه القصة الصبر والتأني وعدم الحكم على الشيء قبل تجربته ترجمة نانسي قنقر